موسيقى مشاهدين الكرام أهلا بكم مرة أخرى في ساعة رمل جديدة وكما نقول دوما نقططع فيها زمنا وفاء بالتزامنا في ممارسة حق المواطن بالمسائلة وواجب المسؤول في موقعه أينما كان بالشفافية والإفصاح عن المعلومة برنامجنا بالتعاون مع الائتلاف من أجل النزاه والمسائلة أمان تهرب وتزوير في إجراءات دفع درائب الجمارك المفروضة على المركبات من قبل بعض الشركات المستوردة هذا ما كشفته وزارة النقل والمواصلات مؤخرا في خطوة رأى فيها الكثيرون مؤشرا إيجابيا على إعمال آليات الرقابة والمتابعة من قبل جهات حكومية ولكنها في الوقت ذاته أبقت الباب مشرعا أمام أسئلة كثيرة في شأن مكمن الخلل الذي سمح بمثل هذا النوع من التزوير في المستندات والوثائق الرسمية وعلى مدى سنوات كما تشير بعض التقارير وكيف تمكن المتهمون بالتهرب والتزوير من الفرار إلى خارج البلاد هل تم اتباع الإجراءات المرعية في معالجة هكذا ملفات وهل صحيح ما تردد عن تورط مسؤولين في هذه العملية هذه الأسئلة واستفسارات أخرى سنتحرى عنها من وزير النقل والمواصلات في السلطة الفلسطينية دكتور نبيل أضميدي أهلا بك دكتور نبيل بداية دكتور نبيل هل لك أن تطلعنا عن تفاصيل جديدة في شأن الكشف عن هذه العملية اللجان المختصة ما زالت تبحث وتدقق في المستندات وسيكون هناك تقرير على مكتبي غدا من الساعة العاشرة في هذا الموضوع ما تم تدقيقه حتى هذه اللحظة هي فقط ملفات لبركبات 2011 2012 2013 وإن شاء الله في الأسابيع القادمة والأيام القادمة سنعود إلى الملفات 2010 2009 2008 2007 حتى نتأكد من أن كافة الإجراءات التي تأخذت في هذه المركبات أنها دقيقة وصحيحة ما هي أهمية الكشف عن هذا المدوع؟ أعتقد أن هذا المال هو مال عام وأنا بحكم عملي كوزير للنقل المواصلات وزير محلف واجبي أن أحافظ على المال العام وأن أحافظ على المصلح العام وأعتقد أن هذه الأموال يجب أن تعود إلى الخزينة لأنه حق لكل إنسان فلسطيني موجود في فلسطين أو خارج فلسطين سنتحدث في آليات ذلك ولكن لو سمحتنا دكتور نبيل سنتابع معا التقرير الذي أعده زميل جهاد قاسم ثم نستكمل الحديث بين هذه المركبات التي تسير في الشوارع الفلسطينية منها ما تسير بأوراق جمرقية رسمية صحيحة وربما كان منها مئات المركبات التي كشفت عنها وزارة النقل والمواصلات التي هربت إلى الأسواق الفلسطينية دون جمرق رسمي عن طريق التزوير وهما أدى إلى تجميد عمل خمسة عشر شركة تعمل على استيراد المركبات إلى الأراضي الفلسطينية مع العلم أن عرض المركبات التي استوردت من الخارج حتى منتصف أيلول كان أربعة آلاف وخمسمائة مركبة موضوع التلاعب أو التزوير في نماذج الجمالك تم كشفه بشكل مباشر من معالي وزير النقل والمواصلات دكتور نبيل الدميدي وصلت إلى معلومة عن أحد المركبات إنها غير مجمركة تبيننا منذ اللحظة الأولى أن هناك في ختم الجمالك يوجد تلاعب وفي التوقيع أيضا يوجد تلاعب غير مطابك لختم الأخ المسؤول في الجمالك والأهم في ذلك أن أحد التواريخ على أحد المعاملات كان بتوقيع يوم جمعة وحسب ما تقول وزارة النقل والمواصلات فإن 127 مركبة ثبت تزوير أوراق جمركها في حين أن عشرات المركبات الأخرى ما زالت تحت الفحص وهما كلف خزينة الدولة خسائر تقدر بـ 25 مليون شكل أصحاب الشركات التي جمد وزير النقل والمواصلات العمل معها إلى حين البت في ملف التحقيق الذي وصل إلى هيئة مكافحة الفساد تساءلوا عن عدم ضبط المشتبه بهم في عملية التزوير قبل الكشف عن هذه القضية الخلل كله بدوائر السير دوائر السير الفلسطينية لأنه هل يعقل أنه يمر على موظفين دائرة السير 380 سيارة حسب ما يقال ما عدا يشيكشف ولا سيارة منهم أنه هاي مزورة جمركها الخلل هو موجود الخلل في وزارة النقل والمواصلات في ناس اكبار في وزارة النقل والمواصلات على علم بهذا الموضوع ومشاركة معهم للمزورين بهذا الموضوع وعشان يكتبط بالموضوع ممكن الناس يكبار تكون عشان يكتبط بالموضوع وتسكى ومحداش شاف حدف هذا الموضوع ووفق المعلومات التي حصلنا عليها من وزارة النقل والمواصلات فإن التحقيق أظهر أن بداية التزوير كان عام 2010 الكشف عن هذه القضية أدى وبحسب أصحاب بعض الشركات المستوردة للمركبات إلى الخفاض لأقبال على الشراء مع وجود 126 شركة استيراد للمركبات في الضفة وقطاع غزة تأثرنا كثير لأنه اليوم صار يجي المواطن كان يجي يسألك كيف حق السيارة أو شو موديل السيارة اليوم أول سؤال بيسألك يا أوراكك قانونية ولا مش قانونية السيارة مجمركة ولا مش مجمركة السيارة فيها أوراك ثبتية ولا فيها أوراك ثبتية ترجع الثقة من المواطن للتاجر صار بدأ فتح طويلة ترجع هيئة مكافحة الفساد التي امتنعت عن الإدلاء بأية تفاصيل حوض القضية أشارت إلى أن القضية ما زالت قيد التحقيق المصادر الرسمية كشفت عن توقيف عرض من الأفراد على خلفية القضية للتحقيق معهم لتبقى الأسئلة مفتوحة عن مكان الخلل في الوزارة والجهات الحكومية التي أدت إلى وجود حالات تصوير كهذه القضية جهد قاسم تلفزيون وطن دكتور نبيل أسئلة كثيرة يطرح هذا التقرير في البداية أنا أريد أن أسأل كيف وصلت الأختام الرسمية إلى هؤلاء هي ليست أختام رسمية بداية دعيني أرد على بعض نعم هذه المراحضات التي سمعناها معا من أصحاب شركات أو من مواطنين نعم من هنا أقول ليس لوزارة الدقل والمواصلات أي دخل بما حصل وحتى هذه اللحظة ليس لوزارة المالية أو دائل جمالك أي يد فيما حصل يعني كيف ذلك الطرفان بريئان لو سمحت لي دكتور بس عشان يعرف المشاهد يعني كيف ذلك وكما تحدث أحد اللي حاكى في التقرير إن هناك يعني دائرة السير هي مسؤولة كيف يمر هذا العدد الكبير من السيارات بدون تدقيق كيف تتم عملية التزوير بهذه السهولة دعيني ووضح لك ما يحصل حاليا أو مكان يحصل يذهب التاجر إلى وزارة المالية دائرة الجمالك ويحصل على ورقة بأنه يدفع جميع السيارة ويأتي لبي السماح له بتسجيل مركبة موظف لبي وزارة الدقل والمواصلات بدائرة السير ينظر إلى هذه الأوراق ويتأكد أن هذه الورقة هي من دائرة الجمالك لكي نسمح له بتسجيل ونسجله صح لأعود وأوضح ما تم الحديث عنه هذه القضية بالذات همس في أذني أحد الأصدقاء بأن هناك تلاعب في جمالك إحدى السيارات أعطيت تعليم لمرافقي ذهب إلى مديرات السير في أحد مديرات السير الوطن وأخذ الملف بنفسه أخذرت الملف وأردته على المختصين بالوزارة أكد لي بأن هذا ملف سليم ماء بالماء ومن ثم طلبت من مرافقي ملف السيارة المحددة ملف السيارة المحددة سليم ماء بالماء كيفة الأوراق موجودة اللازمة تركيزها لكن المعلومة التي لدي أن هذه المركبة فيها لم يتدفع الجمالك ولم يتدفع الجمالك أعطيت تعليماتي لمرافقي ولمسؤول الترخيص وذهب إلى دارة الجمالك وتأكدنا عندها أن هذه السيارة لم تدفع الجمالك علما بأن هناك ورقة ملونة موقعة مختومة من دارة الجمالك نتائج التحقيق بعدها أعطيت تعليماتي للجانة المختصة في داخل الوزارة من أجل إجراء فحص كامل وشامل على كافة ملفات السيارات الجديدة منذ عام 2011 حتى 2013 اللجنة تعمل وغادر إن شاء الله فتكشفت المصايب هناك بعض الأمور التي تمت وليس للوزارتين أي علاقة بها لا من قريب ولا من بعيد تم التزوير خارج نطاق الوزارتين ورقة ولونة بختم وتوقيع بخمسة عشر شركة يا دكتور تم التحفظ حصنا كافة ملفات السيارات واكتشفنا بأن هناك خمسة عشر شركة يوجد في ملفات الجمالك تلاعب في ملفاتها أنا لا أتهم أحداً لكن كمسؤول أعطيت قرار إداري بتجبيد التعامل مع هذه الشركات لحيث ألبت بها قضائياً وحولت الملف للنيابة العامة من أجل التحقيق ورفع التوصيات المناسبة حتى هذه اللحظة خمسة عشر شركة لديها ملفات ورقة الجمالك يوجد بها تلاعب أنا لا أتهم أحداً وإنما من يبرق ومن يدين ليس وزارتك المواصلات وإنما الجهات المختصة حولت هذه ملفات لكافة الجهات المختصة في وزارات دولتفورستر أسألك عن هذا الموضوع بس أنت حكيت كلمة مهمة جداً قلت أن وزارة النقل والمواصلات ووزارة المالية والجمالك ما لهم علاقة ولكن يعني أن يعقل دكتور في القدم الواحد وعشرين أنه ما في ربط بين الوزارات والربط محوسب أنكم ما تعرفوا أن الجمالك أنا سيارة بتطلحها وأني سيارة بتطلحهاش يعني هذا خلل هذا يعتبر فساد بمعنى 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 أنك أنت الجمالك ما بتعرف وزارة المواصلات ما بتعرف هنا يعني أنت بتعطي مساحة لمثل هذا التلاعب فإذا المسؤولين يعني أن وزارة النقل بعد تسلمي بعد تسلمي لوزارة دائرة المواصلات في الحكومة الخامس عشر ليس هذه وإنما السابقة طلبت باليوم الثاني لدخول الوزارة مسؤول الـ IT في الوزارة وقلت له أنا هنا من أجل أن نحوسب كافة مهن المواصلات وأن نربط مع كافة الوزارات لأنني من خبرتي بأن إذا ما أردنا الحديث عن الشفافية وعن النزاهة وعن المسائلة والحكم الرشيد هذا يعني الربط الإلكتروني والعنكبوتي بعد هذه القضية مجاشرة تم التوافق بيني وبيني وزارة المالية من أجل ربط وحسب معلوماتي البارحة الساعة 12 نص تم الربط بين وزارة النقل المواصلات ووزارة الجمالي وسيتم الربط إن شاء الله قريبا مع وزارة الصحة لأن هناك قضية أخرى ووزارة الاقتصاد الوطني ونحن مربوطين مع الشرطة ونربط إن شاء الله مع وزارة الداخلية وآمن أن يأتي يوما على فلسطين وتكون كل الوزارات مربوطة مع بعضها لأنه عند الحديث عن الشفافية والنزاهة والحكم الرشيد تعني العمل الإلكتروني أن تكون شاشة والدقة وأن تكون شاشة موجودة كمان أريد صلاحيات والهنا أريد يعني إذن أنتم مسؤولون أنتم كوزارات مختلفة مسؤولون عن وقع هذا الحدث قد يكون تأخر بعض الإجراءات من قبلنا لكن ما أود أن أقوله لك بأن وزارة النقل والمواصلات حاليا تعمل على حوسبة كافة الإجراءات النقل على الطرق حوسبنا قريبا إن شاء الله في مشروع حتى نعمل أرشف الإلكتروني إلى 97 مليون ملف في دوائر السير أنا أؤمن بالحوسبة وأؤمن بالشبكة العنكبوتية لأنه توفر الوقت وتوفر جهد والأهم من ذلك المواطن يحصل على الخدم المناسب في أقرى فترة زمنية إذن هناك التزام من قبلك متى سيتم البدء عمليا في هذا الموضوع أذكر بأن بعد تسلمي بسبع أيام كنت في لقاء مع الأخ ناصر اللحام عبرمان وقلت له سأكون بواحد، اثنين، ثلاثة، رباق حتى هذه اللحظة والحمد لله أنا أسير حسب الخطة بمعن آخر وفيما يتعلق بالحوسبة؟ الحوسبة؟ والربط بين الوزاعة؟ الأرشف الإلكتروني هناك مشروع حالياً موجود على وزاعة المواصلات نحن نفاوض الجهات المانحة من أجل عمل أرشف الإلكترونية كافة ملفاتنا هو كيف يتم التلاعب؟ يتم التلاعب عندنا انتقال ورقة عبر فاكس لك عندما يكون عبر الشبكة العنكبوتية والإلكترونية تعني بأن تصل الورقة الأصلية وليس ورقة بلون أبيض وأسود آمل أن نصل في يوم من الأيام في فلسطين هنا وتكون كل وزاراتنا تتعامل بالشبكة العنكبوتية طيب دكتور نبيل متى علمت؟ أول ما علمت في قضية التلاعب؟ قبل تقريبا ثلاث أسابيع ثلاث أسابيع قلقت؟ قبل ثلاث أسابيع يعني هناك من يقول أن المسألة أقدم بذلك بكثير يعني في وسائل الإعلام كانت تدولها قبل أشهر بالنسبة لي كان يوم خميس مساء تم الاتصال بي يوم الأحد صباحا تلقيت مع هذا الشخص المعني وأخذت منه معلومات عن رقم المركبة بيوم الأحد بعد وصول مكتبي توجه المرافقي الخاص وذهب إلى أحد البدريات وأحضر الملف وتم الفحص من ذلك اليوم وتم اتخاذ كافة الإجراءات من أجل التحقق وكانت مغلقة يعني أسبوعان كانت مغلقة أنت تقول كانت مغلقة ولكن بعض المتهمين فر إلى خارج البلد سأسمع منك الإجابة بس خلينا نشوف أراء بعض المواطنين لأنه أيضا هم يتساءلون في هذا الموضوع ثم أسمع منك الإجابة لو سمحت تأخذ الأمور من الأسباب يعني تأخذ الأولها يعني كيف دخلت للبلد مين اللي مسؤول عنها مين اللي بيخفي هذه الأمور على الناس فبداية أنه يعني المسؤول عنها شركات الشركات الكبيرة أو ناس مسؤولة وعليها حصانة في البلد تدعي الحصانة وهي هذه المسؤولة اللي هي لازم تتم مسائلتك قانونيا ليش بيصير هيك؟ مين المسؤول عن هيك؟ بصفة وزير مواصلات لازم يكون له النسبة 90% أنه يسائل كل من هو وراء هذا الشيء السجن محاسبة أنك تورجيها للناس للشعب تورجينا إحنا منحاسب وإحنا منعمل وإحنا منسوي شو ما يكون لازم يكون محاسبتهم إضاعهم في السجن بس وحسابهم يكون شديد فيه عندنا مشاكل عندنا الوزير لازم يكون مراكب الموضوع هذا ما بمشيش يعني مواضيع زي هاي تمرك من تحت إيديهم وين المسؤولين وين الرقابة كيف بدخل سيارات بدون إش رسمي هالا المشكلة عندنا هان هالا السيارة المواطنية اللي بشتي سيارة زي هاي وين شو ذنبه وشو مشكلته شو بدأ يسوي اللي بحط مبلغ كبير زي هذا بكود ولاده بحطه أهم إشي ترجيع الأموال الشعب اللي نهبت هاي أولا ومحاكمة كل من له علاقة بالموضوع ومحاكمة علنية وإظهار مين هم من ناس دول لأنه عملية التكتم على الأسماء الفاسدين هي عملية فساد بحق عينها لأنه الناس مش عم بتعرف شو بصير أوكي دكتور يعني لماذا تم الإعلان عن هذا الموضوع قبل التنسيق مع الجهات المعنية للتحفظ على المتهمين لحين الانتهاء من التحقيق معهم ليس لدي متحميل لدي ملفات لشركات تلاعبت بالأوراق الجمركية تم مخاطبة النيابة العامة وتم مخاطبة دورة رئيس مزراء وتم مخاطبة وزير الاتصاد وتم مخاطبة محاكمة الفساد ولكن أنا تحدث عن الجهات الأمنية بمعنى أنه عدم السماح لهم بالسفر خارج البلاد يعني أنت تعلم والجميع يعلم أنه تم الإعلان والمتهمين بالعملية أو بالتزوير هم الآن خارج البلاد ليس ذلك فقط يعني بعضهم أو على الأقل شخص منهم كان عنده اتهامات في 2009 عن نفس الخلفية وتم تبرئته أو ما صار شيء بجوز أنت تعرف الموضوع والآن هو من أحد المتهمين في هذه القضية وأيضا الآن خارج البلاد يعني في خطأ هون يعني أنت لو نسقت كوزارة نقل مواصلات أنت بدك تعلن عن هذا الموضوع في عندك ملف يجب إخبار الجهات المعنية الجهات الأمنية بعدم سمح لهؤلاء بالسفر إلى حين الانتهاء التحقيق ليس كذلك لم أعلن عن هذا الخبر وإنما تم بعض رسائل رسمية لكافة الجهات المقتصة أنا هنا ليس من حقي أن أبرئ أو أن أدين من يكون بذلك هي الجهات المعنية ألا وهي النيابة دكتور بس أنت كوزير وبسفتك المسؤول عن ذلك يعني من تحمل مسؤولية أنه هرب هؤلاء أعتقد أعتقد بأن بعض منهم البعض منهم هرب أيام قبل أيام من الإعلان عن الأسماء أعتقد أن القضية قد تكون أكبر مما توقع نحن لكن أود الإشارة هنا على حديث الأستاذ أن هناك مسؤول متورطون ما أود أوضع له ليس هناك أي مسؤول متورط حتى هذه اللحظة والملف قيد التحقيق ومن يبرئ ويجرم ليس وزاعة دك المواصلة وإنما القانون الفلسطيني وربما هذا ما يفسر أنه تحويل القضية إلى مكافحة هائلة الفساد إلى مكافحة هائلة الفساد في العادة هي تحقق في قضايا متورط فيها مسؤولين كبار هذا مال عام هذا مال عام هذه قضية أمين قومي نحن نتحدث عن أموال نهبت بين خزين العام وهي حق لكل مواطن فلسطيني ومحكمة الفساد ليست فقط الموظفين وإنما هذا بما أنه مال عام وجريب التصادي يجب أن يحقق بهم قبل يا دكتور أنا بحكي لك يعني صاحب شركة سيارات تصدير استراد سيارات يعني هو اعتقل أو تم التحقيق معاه قبل أربعة أو خمس سنوات ورد تلع ورد عمل نفس المخالفة ليس ضمن شركات مسجلة في وزارة النقر المواصلات ما تتحدثين عنه؟ ليس؟ ليس لديه شركة مسجلة في وزارة النقر المواصلات يعني فيه شركات بتشتغل بدون ترخيص؟ هذا ما نتحرى عنه نحن وكذلك النيابة ما أود الحديث عنه بأن من يعطي الترخيص للشركات التي تعاني بسيارة هي وزارة النقر المواصلات وبالتنصيق مع وزارتكم المواصلات نحن وزارتان نتواصل مع بعضنا على شأن هيك الأحكاية التي بدنا نربط إحنا وزارة الانتصاد مع وزارة النقر حتى لا يتم تعديل في بعض أسماء الشركات مستقبلاً طيب بس ما تتحدث عنه دكتور نبيل اللي هو خطير جداً يعني أنتم لا تعلمون كم عدد الشركات المرخصة أو غير المرخصة؟ أنا أعطيك الأرقام 147 شركة مرخصة في الضفة الغربية و46 شركة في غزة 147 شركة مرخصة غير المرخصة الغير المرخص لا يتعامل ضمن الأنظمة والقوانين الفلسطينية إذن كيف يدفع الجمارك لدارة الجمارك يا دكتور؟ كل سيارة تدخل فلسطين من حق الجمارك أن تجبي جمركها كل سيارة تدخل فلسطين من حق الجمارك أن حتى إلى هدف تجاري وإنه بدأت تدفع جمارك وبدأت تبيحها لشخص تاني غير مرخصة في عندنا بالنظام كان يسمح للإستيراد الخاص شخص يستورد سيارة إله أنا عشان هيك حكيت تجاري لا أود الحديث عنه بعد هذه الحادثة تم اتخاذ كافة القرارات الإدارية اللازمة من أجل ضبط العمل به بمعنى آخر هناك قرار إداري حاليا قبل عدد أسابيع التخذ يجب على مستورد المركبة أن يجمركوها حتى نعرف من هو المسؤول عن جبرك هذه المركبة لأن المكان يتم هناك بعض المركبات تدخل إلى المينة ويتم مبايعتها للتجار آخرين تم اتخاذ قرار إداري وإغلاقها بأنه يجب على من يستورد المركبة أن يجمركوها هو من أجل ضبط العمل نحن كوزارة نقل المواصلات ووزارة الجمالك دائما بدنا نجتهد ونطور لكن والأسف هناك بعض العناصر خارج عن الصف الوطني وخارج عن المصطح الفلسطيني تفكر بطريقة أخرى لكن نحن سنبقى دائما بمنصد لهم من أجل إيقافهم ومن أجل محاسبتهم جيد ومن أجل اتخاذ المقتضى القانوني بحكم حسب النظام والقانون الفلسطيني طيب جيد دعني أعيد السؤال الذي ترحه أحد المواطنين لماذا لا يتم محاسبة هؤلاء؟ لماذا لا يتم الإعلان عن أسمائهم؟ لماذا لا يتم كل هذا التحفظ؟ أنا أفهم أنك ستقول لي هم قيد التحقيق لم تتم إدانتهم؟ الإجابة عندك بعد الإدانة سيتم تطبيق القانون الفلسطيني وإذا كان يسمح بالنظام والقانون طرح الأسماء سيتم ذلك أنا مع المكاشفين أنا مع أن تكون معلومات بين أيدي كل الناس بس إذا عندك أنت وثائق أنه تم التزوير وعندك وثائق أنه لم يتم دفع الجمالة أنا لست بجهة قانونية من؟ أنا أعتقد بك وزارة من يتخذ القرار بنهاي هو الجهة القانونية والقضاء الفلسطيني الذي يجب أن نحترمه وأن نلتزم به نعم كمسؤولين عكوميين وكمواطنين سنلتزم بأي قرار يخرج عن القضاء الفلسطيني وعندها يمكن أن تدعوني مرة أخرى وأعطيك بعض الأسماء المتورتي لكن حاليا ما أود التجديد عليه بأن هذه ملفات لشركات أوقفنا التعامل بها معها لوجود تلاعب في البيانات الجمركية في ملفاتها قد يكون الكثير منهم أبرياء وقد لا يكونون من يقرر ذلك ليس وزارة لف المواصلات وإنما الجهة المعنية الجهة المعنية ولكن أنتم كوزارة نقل مواصلات ستتابعون المسألة بمعنى أنهم لن تكون الوقت مفتوح نعم يعني خلست في النيابة ليش النيابة حولتها لعائية مكافحة الفساد؟ خلينا بس نفهم المواطنة من البداية حولناها للمكافحة الفساد وزارة نقل مواصلات حولت الملف لكل الجهات ليه؟ لأس الوزراء وليه النيابة العامة وليه مكافحة الفساد ومساعد النائب العام هو النائب في مكافحة الفساد يعني نحن في فلسطين نعمل كفريق بمعنى آخر يعني هو مساعد النائب العام هو المأسؤول على هذا الملف في مكافحة الفساد ونحن على تواصل معه مع فريقه والنيابة العامة تعمل على هذا الملف منذ تسلمه وهم قد توصلوا إلى معلومات جيدة وقيمة طب هذا فيما يتعلق بالشركات ولكن دكتور نبيل هل أنتم الآن بصدد أو قمتم أو بدأتم بإجراء تحقيق؟ في دائرة السر مثلا اللي هي هناك ربما يعني صححني أين مكمن الخلل؟ يعني دائرة السر هي التي تصادقها التي ترخص بناء على الوثائق التي تصلهم صح؟ هل هناك تحقيق؟ فتحتم تحقيق في دائرة المرور؟ أنا أتحدث عن ورقة واحدة زورت وزورت بطريقة مهنية 100% بالألوان وبالختم والختم والتوقيع هل فتحتم تحقيق في دائرة المرور أم لا؟ ما أود الحديث عنه التأكد ليس حتى هذه اللحظة ليس هناك أي متورط في وزارة داخل المواصلات أو في وزارة المالية تم التزوير خارج هاتين الوزارتين حتى هذه اللحظة واضحة الفكرة ولكن في دائرة السر فتحت تحقيق أم لا؟ يعني سؤالي واضح نحق بماذا؟ كيف أنه كل هذا عدد المركبات أنها تمت إعطائها ترخيص وخلينا نحكي مرة عملية التزوير هذه المركبات قدمت معها الوثائق اللازمة لترخيصها يعني ما في تحقيق في دائرة السر؟ يتم التحقيق عندما يكون هناك إشكال أو عدم التزام بنظام أو على ضطيق قانون موظفيني في وزارة داخل المواصلات ملتزمين بالتعليمات والإجراءات الإدارية لكافة الأمور وهناك إجراءات إدارية موجودة حتى على موقع الوزارة ما أود الحديث عنه أنا أتحدث عن ورقة ورقة هي تأتي من الجمالك بأن هذا الشخص جمعك وملونة بالألوان والختم بلون الأزرق يعني إنها أصلي صعب جدا من الصعب جدا تمييزها عن أي ورقة أخرى حيني أسألك السؤال من طرقة أخرى هل تعيدون النظر بألية التحقق بمعنى أنه أي سيارة بدأت يجي لازم ترفع التليفون على هل في إجراء آخر إدارية؟ عبير ما الحوك الحوصلة تشتغل عبير ما تشتغل الحوصلة لا يوجد أحد برقص يعني ترخيص إلى حد ما الجمالك إلى حد ما هلأ عمل إغيادنا الختم الجمالك تغير الختم عم ممنع على كل دوائلسل غير هيك الجمرك على السيارات المستعملة هو مركزي في رمالة الختم موجود والتوقيع موجود عم ممنع على كل مدريات الداخل المواصلات في فلسطين إلى أمر آخر سيتم عمل إجراءات إدارية أخرى غير السابقة قد تكون مراسلات بين وزارة المالية هي بمستندات مغلقة وأمور أخرى إن شاء الله سنقوم بها علما بأن في وزارة الداخل المواصلات تم تفعيل جهاز الرقابي منذ توليه هذه الوزارة جهاز الرقابي هو أهم جهاز موجود في أي وزارة لأنه يتحقق من أن كل شيء يتم حسب النظام وحسب القانون ولدينا الآن جهاز الرقابي يعمل في كل مدرياتنا ويزودنا بالتقارير ونأمل إن شاء الله أن لا تقرر مثل هذه القضية أمر آخر بالاسم لأستاذ للبيم في والإكس فاي والإكس سيكس ولكن تحقيق بفتوح فيها عند النائب العام وهو يحقق بهذا الموضوع وبعد المواطنين كل دينار أخذ من خزينة الدولة سيعود لخزينة الدولة لأنه نحن محلفين من أجل الحفاظ على المصدع العليا للشعب فلسطيني وإن شاء الله سيتم معدد كافة المبالغ التي أخذت من خزينة العامة لخزينة العامة لكل مواطن فلسطيني حق لأبنائي وحق لأبنائك وإخوانك ولكل شعب فلسطيني إذا اللي هربوا ورجعوا أو ممكن ملاحقة من خارج هناك إجراءات قانونية سيتم اتخاذها من قبل جهة مقتصة سيتم استدعائهم سيتم عبر الجهات التي تعانمها هذه المؤسسات القانونية فيما يتعلق بعض المواطنين اشتكوا معاني الوزير أن هناك قيود وضعت الآن على المركبات اللي تم ضبط التلاعب في شأنها أن هناك قيود بمعنى أنهم ما بقدرواش يروح يرخص وما بقدرواش في قيود ممكن تصعب حياتهم بالزيادة ما تم اتخاذي من قبل ومن بعد أربع أيام من اتشافنا للتلاعب في الجمال وحفاظا على المصرح العامي وحفاظا على مصرح المواطنين وضعنا قيد على هذه المركبات لعدم التنازل عنها وليس على الترخيص بإمكانه يرخصها حق المواطن محفوظ بالقانون ونحن كحكومي بنحافظ على مصالحهم فقط للبيع حتى نتأكد منها البركبات حاليا هي العدد أقل بكثير مما تحدثت عن هو العدد أقل بكثير نعمل إن شاء الله أن تكون هناك نتائج بالغدا أن يكون هناك تقرير بهذه الشركات وأن يكون هناك كذلك قرار قضائي وقانوني في الأسبوع القادمين طيب جيد دكتور يعني لازم يعني أنا بدي أخدم هذه الفرصة في قضية الجمارك نفسها يعني هذا الارتفاع الكبير في قضية الجمارك يعني السيارات أكثر من 2000 سي سي 75% عن السعر الحقيقي أو السعر الحقيقي للمركبة أقل من 2050% لماذا هذا؟ يعني هي من أعلى الأسعار في المنطقة يعني وهي أيضا بس لو سمحت لي أيضا يعني المواطن العادي لسا بيأخذ قرد من البنك بجوز بيصير ضعفين السعر الحقيقي للمركبة يعني المواطن بتساءل يعني ليش هل أدي الارتفاع بأسعار الجمارك أو درائب الجمارك أريد أن نتحدث هنا بأننا شعب تحت الاحتلال وعندما نكون تحت الاحتلال يجب أن يكون هذا اقتصاد مقاوم أنا أعتقد بأننا تحولنا إلى شعب مستهلك من درجة الأولى لو ذهبنا إلى كل دول العالم التي تعاني من أزمة اقتصادية كفلسطين لو جدنا بأن الجمارك أعلى بكثير مما هي موجودة في فلسطين على المركبات على كل شيء على المركبات ولو وزننا فلسطين حاليا فلسطين فيها 200 و 25 ألف سيارة مركبة بالمعدل لو على البيوت كل البيت عنده على الأقل مركبة مركبتين لنذهب إلى سوريا على سبيل مثال قبل الجمارك فيها 200% لو ذهبنا إلى دولة أخرى تريد أن تبني اقتصاد هذه تعتبر سلعة استهلاكية كمالية ما هو أنت تتحدث بذب أو كمالية بذب ولكن السيارة لم تعد كمالية يعني السيارة لم تعد كمالية يعني هل تصنيف أصلا نحن أعتقد كشعب فلسطيني يجب أن توجه إلى وسائل النقل العام لأنه أرخص لنا بس دكتور إحنا مناش نفتح يعني الوقت لا يسمح هذا موضوع كبير جدا ولكن أنت عندما تربط راتب الموظف الحكومي بالبنك وتسمح لسياسة البنوك بيعطاء قروض لشراء سيارات ليس الحكومة من تسمح للبنوك بيعطائهم طبعا طبعا لكن المواطن يعني أنا حكيت هو موضوع هو كبير ومتشعب وليس من اختصاصك بعرف ولكن السيارة لم تعد كمالية يعني في فرق بين واحد يشتري سيارة بي أم دابليو ولا فور ويل درايف ولا مش عارف إيش وفي فرق بين مواطن أو مواطنة عندها خمس أولاد وصلهم على المدرسة بدا تروح على الشغل أو بدا يروح على الشغل بدا يرجع إلى آخر بدا يواصلهم يعني لم تعد من الكماليات السيارة سؤالي لإلك كوزير نقل ووزير جديد يعني هل هناك تفكير في عادة النظر فيما يتعلق بالمركبات غير الكمالية بمعنى لأقل من 2000 سي سي هل هناك على الأقل تفكير في عادة النظر بهذا أنا كوزير للنقل المواصلات مهمتي أن أعمل على تطوير وسائل النقل العام وأنت على علم بأن كافة وسائل النقل العام بدون جمرك والمركبات العمو بدون جمرك بمعنى آخر نحن كحكومة نساعد في ذلك وأعتقد بأنه على المواطنين أن يعيدوا التفكير أو أن يفكروا مليا ب شراء السيارة قبل شرائها الموظف البسيط أعتقد بأنه استخدم وسائل النقل العام أرخص له بكثير سعاد الوزير يعني في ظل الكشف عن هذه العملية يعني هل هناك من إجراءات احترازية أنتم بالفعل قمتم بها ونفذتموها للحد من تدعيات هذه المسألة تم اتخاذ العديد من القرارات الإدارية من أجل حد من التلاعب في أوراق الليبركية وأمور أخرى مستقبلة منها على سبيل وقف البيع والشراء بالميناء أصبح يجب على المستورد أن يحضر المركبة إلى المنطقة ويقوم بجمركها هو نفسه وليحق له أن يبيعوها إلى شركة أخرى أو إلى تاجر آخر وحصرته من الاستيراد بالشركات المرخصة بالشركات المرخصة من وزارة النقر المواصلة يعني غير مسموح لأفراد أنه يستورد عشر اتناعشر سيارة استيراد الشخص لشخص لنفسه بإمكانه لكن يستورد عشر تجارة ممنوع ممنوع الجمرك كان خلال سبعين يوم الآن أصبح خلال عشر أيام يجب على كل من يحدث سيارة الجمركة خلال عشر أيام الربط المحفوسب هذه أهم هناك ربط بين وزارة داخل المواصلات والجمارك في المالية ويستم الربط كما تحدث مع وزارة الداخلية ووزارة الصحة المراسلات كانت الورقة الجمركة يعخذها التاجر بيده الآن ستأتي إلى وزارة داخل المواصلات من خلال وزارة المالية في مغلف مغلق أمر آخر ارفاق نسخة دفع الجمرك في البنك مع إذن سماح له بالترخيص طب هذا جيد دكتور ولكن وأنا أستمع إليك يعني معناها ممكن تكون مليارات الشواكل ذهبت هباء منصورا إن شاء الله لا إن هذا المال العام يعني هاي الشغلات كان ممكن تعملوها منذ سنوات يعني إجراءات هي إداري إجراءات إداري سهلي وبسيطة وأساسية ويجب القيام بها بالسابق لكن قد بدأنا وأن نبدأ خيرا من أن لا نفعل مزبوط بدأنا ونأمل إن شاء الله أن يتم كما تحدث الرابط ما بين كل الوزارة وأن تصبح لدينا بمعنى آخر أن يقود كل وزير وزارته من بيتي من خلال لابتوب بين يدي نأمل أن نتم ذلك في المستقبل لأن هذا هو هذا هو الشفافي كما تحدث وهذه هي الحكم الرشيد وهذه هي النزاهة طيب أنت تتحدثت الوقت بدأ يدركنا ولكن أنت تحدثت أنكم ستفتحون ملفات لسنوات حتى ما قبل 2011 ومعنى 2010 و2019 الأخير وأنا سؤالي لإلك وأكيد سؤالكم المواطن هل سيتتم المحاسبة ولا التقادم بالتقادم تسقط ستتم المحاسبة وسيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق كل من أساء استخدام الأمان التي بين يدي بما في ذلك داخل الحكومة بما في ذلك داخل الوزرات يعني كل من يرتكب خطأ يجب أن يعاقب والقانون الفلسطيني يطبق على الجميع لا يفرق بين شخص وشخص ما أود التأكيد المواطنين بأن حقهم محفوظ والحكومة ستعمل على إعادة المال إلى الخزينة نعتبر هذه أمن قومي واقتصاد قومي يجب أن يعود وسيتم تدقيق كافة المعاملات السابقة للتأكد منها حسب الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة في وزارة النقل المواصلات ووزارة المالية وزارة المالية هناك فريق حاليا مشترك ما بين وزارة النقل المواصلات ووزارة المالية يعمل خلال الليل وخلال النهار من أجل رفع توصياته وسهل كما تحدث إن شاء الله غدا سيكون هناك تقرير على مكتبي بهذا الخصوص بشأن 2011 2012 2013 لكن أنا سيتم بحر وتوعد وطن بأن تطلعنا على نتائج هذا التقرير أم ستعلنونه على موقعكم في الموقع الوزارة على النت سيتم تطبيق القانون الفلسطيني وإن كان حسب القانون الفلسطيني يحق لنا بإعلان أسماء ستعلن أسماء من جهة الجهات المختصة في مؤسسات دولة فلسطين طب دكتور نبيل إحنا في نهاية كل حلقة منسأل ضيفنا ثلاث أسئلة هذا الصعبين لا أبدا ونترح عليه ثلاث خيارات عليها أن يختار واحد من الأجوبة الثلاث وأرجو أن يعني تكون صريح وأجوبة سريعة هرب عدد من المتهمين إلى خارج البلاد تم بسبب إهمال في معالجة ملفات سرية لأنها قيد التحقيق بمعنى خلال إداري تسريب منهجي من قبل بعض المسؤولين أم بين قوسين واصلين non of the above بالإنجليزي يعني هذه الأسئلة الثلاثة اللحظة تلي صعب جدا لحكي لك هذه الصح ولا هذه الصح وهذه الصح طب أنت بنظرك أنا بنظري أنه حس حس كيف حس عنده حس ساد سيارة دكتور نحن نعيش في فلسطين نحن نعيش في فلسطين وأنت أدرى بفلسطين معناها هي قرية صغيرة معناها ما هو أي من الأجوبة هو تسريب منهجي ولا إهمال في معالجة ملفات سرية يعني ملف بهذه الأهمية هل كل الموظفين أنت بتحكي أننا قرية صغيرة أنا أعبطيك خلال إداري أو ممنهج أو أنهم هذا الوصلين تخذ قرار إداري قرار إداري والسري بإيقاف التعامل مع 15 شركة في فلسطين وهذا القرار وزع على دوار السر قد يكون وصل على مساعمة حم بأننا هناك قرار إداري ب15 شركة وحس بهذا الكلام ما أنا هذا رد على سؤالي الأول دكتور في الحلقة إنه ليش لم يتم التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية قبل قبل الإعلان قبل اتخاذ أي قرار لتأكد من عدم خروجهم وفرارهم من البلاد طيب السؤال الثاني الرابط المحاوسب بين الوزارات المختلفة لم يطبق حتى الآن بسبب بسبب تدخل في الصلاحيات أو رفض بعض الوزارات أو مظهر من وظاهر الفساد يجب وقفه بعضنا من الضغط إمكانيات إمكانيات عند الحديث عن مهندسين حاسوب في وزاراتنا ما احتراموا تقديري لكل المهندسين نحن بحاجة إلى أعداد مضاعفة من هؤلاء نحن نتحدث عن ربط إلكتوري فلكن نحن بحاجة إلى كفاءات هذه الكفاءات قد تكون موجودة في بعض لا يسبب العدد المطلوب لا يسبب العدد المطلوب بس في وزارة السحة مثلا هو صفت يعني زي الـ نظام الـ يعني مظبوط أن تبدأ كادر بشري ولكن هي هي برنامج هي برنامج والربط بين الوزارات هذه بحاجة إلى ثقافة ثقافة ليس من السهل على بعض الناس أن تهيئهم استخدام الحاسوب وأنا بالتحدث من خبرة الأكاديمي حتى هذه اللحظة في أن بعض المدرسين ليسوا من هوات الحاسوب أعتقد بأننا بحاجة إلى كوادر أخرى يعني مش يمتنع بعض الوزارات عن الشفافية شك أنا من خبر تي بي سالشهور بوزارة نقل المواصلات هاي سالشهور أعتقد بأننا نحن من ينادي بالشفافية والمساعدة والنزاهة وهذه الحكومة والحكومة التي قابلها ممكن أكثر حكومة نزلت على الشارع وأنا كوزير النقل المواصلات ممكن زرط مدرياتي كل مدري على أقل مرتين وثلاث مرات وعمرات وبنزل على ناس وبحكي مع الناس وبجاي من كوكب آخر وعارف مشاكل كل الناس وفي بعض المعلومات حتى عندي قبل مجيء إلى الوزارة فهذه الحكومة هي أكثر حكومة تلمستهم من مواطنهم هم موجودين بين الناس نأمل ذلك نأمل ذلك طب السؤال الأخير وهو سؤال شخصي دكتور نبيل دميدي عين وزيرا للنقل والمواصلات بسبب كونه كان مساعدا للرئيس الوزراء رامي الحمد الله في جامعة النجاح أو لكفاءته الأكاديمية أم لخبرته العملية برضو هذه الإجابة هذه الإجابة أريد من المواطنين أن يجيبوا هذه الإجابة يعني أنا قرأت السي في تبعتك دكتور يعني أنت قضائت قضائت معظم أنا 33 عاما في الحياة الأكاديمية والحمد لله وجلها في جامعة النجاح والحمد لله رب العالمي في جامعة النجاح ولدي برضو علاقات جيدة مع القطاع الخاص ولديها مع المؤسسات الأخرى أنا عضو هيئة دارية العديد من المؤسسات الاجتماعية منها التضامن منها حماية المستحلي كنت عضو من سيدار العديد من الشركات الفلسطينية كفاءتك الأكاديمية ولا الخبرة العملية ولا علاقتك لا أريد أن يجيب على هذا السؤال لكن ما أود أن يجيب عليه هم المواطنين نفسهم هم من يحكموا عن نبيل رضميلي ليس الآن وإنما بعد رحيلة هل هو أنجز في هذه الوزارة هل هو وضع بصمي أنا ما أود أن أقول أنه جئت لكي أخدم هذا البلد وأخدم المواطنين فلسفة وسياسة المواطن أغلى ما نملك ومصلحة المواطن أولا لأنه الوطن لا يبنى إلا بمواطن صالح وأعتقد لدينا مواطنين يستحقون الخدمة منا وأنا كوزير في حكومة رامل الحمد لله وحلفت للمين أمام سيادة الرئيس سأكون على أحد إن شاء الله أنا وزملائي من أجل حماية مصالح المواطنين وتقديم الخدمة لهم على أحسن وجه نعم ونحن نحترم إجابتك دكتور نبيل ونأمل بالفعل أن تكون الكشف عن هذا التزوير مؤخرا هي بداية بداية العمل موفق في وزارتكم أشكرك جزيل الشكر على هذا اللقاء شكر لكم وشكر موصول لكم مشاهدين الأعزاء وإلى اللقاء في حلقة جديدة وفي ساعة رامل جديدة نفتح فيها ملفا آخر شكرا شكرا شكرا